طيب شيخنا ما دخل آخر ما أدري توافقون عليه أو لا كبتوا الأسئلة أصحابه للحاد في كثير من مراحلهم قبل أن يلحدوا كانت لديهم شكوك وأسئلة وربما حاولوا في وقت من الأوقات أن يظهروها أو أن يسألوا عنها بعض المشايخ والدعاء فصادفوا ردة فعل عنيفة جدا وكبت شديد جعلهم يعتقدون أن هؤلاء الناس لا يملكون إجابات ويتذرعون بهذا السد والصد هذا يمكن أن يقع في حالات قليلة أو كثيرة لا أظنها قليلة فالمفتونون الذين يلقي الشيطان في نفوسهم هذه الشبهات لا يوفقهم الله لمن يستطيع ردها شيخنا كان لكم تبالغون في القسوة أحيانا هي أمور شك وقع في قلبي بغير اختياره وما أراد السوء لكن ما أجابه أراده ولا يأتي كما ذكرنا في حلقة مضت أن الشهوات تدعو إلى الشبهات فالإنسان إذا كان ظالما لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه تأتي الشبهات حينئذ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة لكن قد يؤكر هذا الأطلاق الحديث الصحيح في المخارج الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا أن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به فقد وقع في نفس الصحابة وقال السلام أو قد وجدتموه قال ذلكم صريح الإيمان فإذا قل بهذا الأطلاق أن الشكوك لا تقع إلا في نفسه ليس المقصود به الشك في وجود الله ما الذي يتعاظمون على قوله يتعاظمون في ما يتعلق ببعض الأقدار وما يتعلق ببعض التدبير يعني غير بعيدا عنه لكن المهم أنهم لا يتشكون في وجود الله وقد نزلت سكينة في قلوبهم وطبع أنه بالإيمان ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصف ما يجدون بأنه صريح الإيمان نعم صريح الإيمان أنك ترى يعني أن هذا الشك أقدار الله تنفذ في وجهه وتنفذ في مقابله وتعلم أن القدر لا يرده إلا القدر وأن تجاذب الإرادتين واقع صحيح يعني هذا الحديث يظهر لي في معنايا لا أدري أي من صحيح الأول النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشك الذي يقع في النفس بأنه صريح الإيمان لأنه سبيل إلا تمحص الإيمان والوجه الثاني أن يكون صريح الإيمان هو خوفهم مما وجدوا في أنفسهم يعني لما قلقوا من هذا الشك هذا القلق هو صريح الإيمان فأيهما صريح الإيمان أصل الشك الذي يطرأه وسوسة أو الخوف منها الخوف منها هو ما يكون على المعنى الأول من الذي يمع يمكن أيضا يحمل على المعنى الأول لكن المهم أنه ليس المقصود بالشك الشك في وجود الله ولا الشك في دينه ولا الشك في صدق رسوله اللهم صلى الله عليه وسلم يفسره فيقول من خلق كذا الحديث الآخر أن الأمر يصل إلى وجود الله عز وجل لا لكن هو وجوده ويقرن بوجوده لكن فقط خلقه لا هذه قضية فقط فيما يتعلق الجدلية أنك أنت تنطلق من عالم الشهادة ولا تصل إلى الفاصل بينه وبين عالم الغيب تنطلق من الحوادث ولا تصل إلى القديم الذي لم يسبق وجوده عدم فهذه الحوادث تتسلسل لك وهي محدثات سبق وجودها عدم لكن إذا وصلت إلى القديم الذي لم يسبق وجوده عدم لا تقص على المخلوقات وعلى المحدثات سأتي هذا البرهان لكن أعيد السؤال بالتكيف آخر هذه الأسئلة التي تقع في نفوس الشباب هل كبتها وعدم الاستماع إليها أو الأولى يشجعوا على إظهارها ويناقشوا فيها يناقشون فيها وتردوا لهم الشبهات ويستمعوا إليهم حتى يبطل أمام عليهم ولا ينبغي أن يسجروا لا لا ينبغي أن يسجروا لأن هذا الجهر أصلا ليس من هو عبارة عن إكراه في الدين وقد نهان الله وعلا لا إكراه في الدين ترجمة نانسي قنقر